يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والزمالك بطلا لكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بدربات الترجيح أربعة ثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي واحد واحد وسامة أبو علي سجل للأهلي في الشوت الأول من ضربة جزاة في الديئة أربعة أربعين أتعادل للزمالك ناصر منسي في الديئة سبعة وسبعين من يوم مبروك لنادي الزمالك من يوم مبروك لإدارة نادي الزمالك جهاز فني لعبين وبكل تأكيد جمهور عظيم وفيه جدا بصراحة يعني ولو تفتكروا معايا في مباريات كثيرة في نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي أشدت جدا بجمهور نادي الزمالك جدا بعدما الزمالك خسر الدوري جمهور الزمالك كان بيروح يشجع فرقته بعدما الزمالك كان ضامن أصلا السعود لبطولة الكورنفيدرالية جمهور الزمالك كان بيروح بأعداد كبيرة يشجع فرقته نهارده مالي الجزء المخصص لي بشكل رائع جدا زي جمهور النادي الأهلي يعني بس أنا وقف عند جمهور النادي الزمالك كتير وقلت هبدأ النهارده أحيي الزمالك من خلال جمهور نهارده جمهور تحمل كل شيء كل شيء بس يا سيدي أزمات مالية ماشي إذا رب بتتغير ماشي لعيبة بتسيب الفرقة ماشي بتخسر في أوقات صعبة جدا ومباريات كثيرة قدام النادي الأهلي وهو الدرب التاريخي ماشي كل ده هتحمله وهستنى أفرح فرحة اتنين تلاتة جمهور الزمالك لسان حاله أنا كده كده كبير كسبت خسرت تاريخي بيقول أنا كبير فأنا هفضل ورا فرقيته سندها وادعمها وقف جنبها مهما حصل جمهور مفيش أوفى منه في العالم الظروف اللي فيها نادي الزمالك سهل جدا تخلي جمهوره مش الظروف اللي هي دلوقتي زروف السنين الكتير اللي فاتت دي تخلي جمهور كتير يقولك لا 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 الأهم لا لا أنا أحرق دمي ليه وأوجع قلبي ليه ومشاكل وحاجات وأزمات أنا لا لا مش شجع الزمالك لكن كل الأزمات دي تلاقي جمهور الزمالك أكتر تلاقي جمهور الزمالك بيحب فرقيته أكتر بيساند فرقيته أكتر بيدعم فرقيته أكتر بيقف جنب فرقه تقطر مدهش جمهور الزمالك بصراحة مدهش والله سواء كنت زمالكاوي ولا لأ لابد أن تحترم وتقف تقديرا لجمهور نادي الزمالك والله بكل حيادية جمهور يعني ثقوبات كتيرة انت بتشجع في الاضاءة أنا بحب الزمالك يا سيدي ده فيه أزمة في الإضاءة أنا بحب الزمالك يا سيدي ده فيه لعيبة بتسيب الفرقة أنا بحب الزمالك يا سيدي ده أنت بتخسر أنا بحب الزمالك يا سيدي أنت ما فيهش أنا بحب الزمالك إيه ده الطبيعي 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 إن الحياة خدوهات يعني عشان أنا أحبك لازم تديني جمهور الزمالك مش شرط ياخد مش عايز أنا منك حاجة يا زمالك أنا كده كده هسندك وهدعمك وهقف جنبك وهشجعك وهفرح لك وحتى وإنت زعلان يا زمالك أنا في ظهرك مدهش جمهور الزمالك